مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة أصول الفقه نتمنى أن تستفيدوا جيدا في هذا الدرس نحن الآن مع الوحدة الثانية المعنونة من مباحث طرق استنباط الحكم وبالضبط مع الدرس الرابع عشر وهو المجمل ننتقل بسرعة إلى التعرف على أهداف الدرس طبعا يتوخى هذا الدرس تحقيق هدفين أساسيين بالنسبة إليكم الهدف الأول التعرف على المجمل والهدف الثاني إدراك أسباب الإجمال وسبل إزالته وبسرعة أيضا ننتقل إلى التقديم تقديم الدرس تعرفنا في الدرس السابق على المشكل وقلنا أنه من مراتب غير واضح الدلالة وفي درس اليوم سنتعرف على المجمل وهو أيضا من مراتب غير واضح الدلالة والمشكل والمجمل يشتركان في كون الخفاء فيهما ينبع من ذات اللفظ أي أن الخفاء في المشكل وفي المجمل ينبع من اللفظ ذاته إلا أن الخفاء في المجمل أشد وأقوى من الخفاء الذي نجده في المشكل إذن فما المجمل وما هي أسبابه وما السبيل إلى إزالته هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا الدرس وننتقل إلى دراسة نصوص البناء وكما تعلمون أن نصوص البناء هي مهمة جدا في بناء التعلمات وفي تركيز المكتسبات وتثبيتها فنحن في شعبة التعليم الأصيل وبالضبط في مسلك علوم الشريعة دائما كما تلاحظون في جميع المكونات ننطلق من النصوص الشرعية فالنصوص الشرعية بالنسبة لنا هي المادة الأولية الخامة التي نشتغل عليها دراسة واستيعابا وقراءة وفهما واستنباطا واستخراجا وما إلى ذلك النص الأول في هذا الدرس يقول تعالى في سورة البقرة في الآية الثالثة والأربعون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين طبعا سنتعرف على المدلولات الألفاظ والعبارات الواردة في هذا النص لتدليل الصعوبات اللغوية والمفاهيمية يقول عز وجل وأقيموا فهذا أمر بالإقامة أقيموا هو أمر بالإقامة والإقامة أي الأداء والأمر هنا كما هو معلوم لديكم يفيد الوجوب الأمر في قوله عز وجل وأقيموا يفيد الوجوب فإقامة الصلاة واجبة وأقيموا الصلاة ما معنى الصلاة؟ الصلاة لغة هي الدعاء بصفة عامة وشرعا هي قربة فعلية تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام أو هي عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفعال نبتدئ أو ندخل فيها بتكبيرة الإحرام وننتهي أو نخرج منها بالسلام إذن هذه هي أهم المصطلحات والألفاظ التي يمكننا أن نقف عليها في هذا النص ثم نستخرج مضمون النص وطبعا استخراج مضمون النص كما أشرنا إلى ذلك سابقا ودائما ما يشير إليه الأساتذة أثناء الحصص هو أن تعمل على استخراج مضمون النص بسياغة أسئلة تخدم هذا المضمون وتخدم أهداف الدرس ونركز على الشواهد الشواهد الموجودة في النص والتي تخدم الأهداف فمثلا هنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إذن تلاحظون أن النص هو يعني بسيغة الأمر وأقيموا وآتوا واركعوا إذن فيجدر بنا أن نفكر وأن نركز على سياغة مضمون انطلاقا من هذه الأوامر فمثلا نقترح ما المأمور به في الآية الكريمة ويكون الجواب المأمور به من الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع وننتقل إلى النص الثاني وهو نص حديثي عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا فظن رسول صلى الله عليه وسلم أننا قد اشتقنا أهلنا وسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما يقول أبو سليمان مالك بن الحويرث صحابي الجليل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم طبعا كما جرت به العادة دائما ما نبدأ بتذليل مدلولات الألفاظ والعبارات أو تذليل الصعوبات المرتبطة بالألفاظ والعبارات التي تكون قد وردت في النص فهنا يقول أبو سليمان مالك بن الحويرث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب شباب أي شباب شباب جمع شباب جمع شباب متقاربون ربما يعني متقاربون في القرابة الدموية في العلاقة الدموية أو متقاربون في الأعمار وفي السن فأقمنا عنده عشرين ليلة أي عشرين يوم فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم عن من تركوا من أهلهم فأخبروا أحد أخبروا أنه ترك أبا وأخر أمه وأخر أخاه وغير ذلك وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما هذا من 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 سماته ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم علموهم ما تعلمتم وما أخذتم عني ومروهم مروهم بالتكاليف بالصلاة بالصيام بالصدقة بالزكاة بغير ذلك مما افترضه الله عليكم وصلوا كما رأيتموني أصلي أي أقيموا الصلاة كما رأيتموني أقيمها نعم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم فليرفع الآذان أيًا كان منكم لكن إذا أردتم الصلاة فليتقدم لإمامتكم أكبركم سنا أكبركم سنا إذن هذا هو كل ما يرتبط بالصعوبات اللغوية وننتقل إلى استخراج مضمون هذا النص طبعا هذا النص هو عبارة عن حوار كما تلاحظون فحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم والشباب الذين قدموا عليه ومكثوا معه عشرين ليلة نعم إذن فما مضمون هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والشباب مضمونه تعليمه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب الكيفية العملية للصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم كيفية الصلاة وقال لهم أيضا فإذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أزال الإجمال الذي ورد به رفض صلاة في القرآن الكريم في النص الأول وأقيموا الصلاة والصلاة في اللغة هي الدعاء لكن كيف سيكون هذا الدعاء وما هي الأفعال والأقوال المخصوصة فيه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال وأوضحه لهم بماذا؟ بالسنة الفعلية العملية هو يفعل وهم يأخذون عنه ويتعلمون عنه وننتقل إلى تحليل النص أو تحليل عناصر النص ونبدأ بتعريف المجمل ما هو المجمل؟ المجمل لغة هو المبهم والمجموع المبهم والمجموع تقول أجمل الأمر أي أبهمه أجمل الأمر أبهمه وصار مبهما يطرح إشكالا في الوضوح فيه خفاء فيه غموض وهذه هي المعاني التي نجدها في التعريف الأصول لمصطلح المجمل ونقول أيضا أجمل الشيء أي جمعه عن تفرقه أي تحدث نقول تحدث عن الأمر جملة جملة أي جمع تفرقه وشتاته هذا هو التعريف اللغوي فالمجمل في اللغة هو المبهم وهو المجموع ومنه أي من هذا التعريف اللغوي نستشف التعريف الشرعي نستشف التعريف الشرعي فتعريف الاستلاحي هناك طبعا هذه المفاهيم الشرعية سواء كانت في الفقه أو في الأصول أو في غير ذلك نجد تعريف متعددة ولكن بينها قواسم مشتركة وعناصر أساسية فالمجمل العنصر الأساسي فيه هو عدم وضوح الدلالة وخفاء هذه الدلالة فمثلا عندما نجد ننظر إلى التعريف الذي أعطاه العلامة أو الإمام ابن السبكي في كتابه المعروف جمع الجوامع قال المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل إذن ننتقل إلى العنصر الموالي بعدما تعرفنا على التحليل سننتقل إلى أسباب الإجمال فإذا كان المجمل كما ورد في التعريف هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته سواء كان يعني الأمر الذي لم تتضح دلالته سواء كان هذا الأمر يعني يدل على فعل أو يدل على قول أي هذه الدلالة خفية مبهامة ليست واضحة ليست بيّنة فما هي أسباب الإجمال والخفاء فيه لا بد من معرفة هذه الأسباب التي تجعل لنا أو تطرح لنا إشكالا في فهم الألفاظ التي وردت بصيغة الإجمال علماء علماء الأصول باستقرائهم لهذه الألفاظ ولهذه العبارات وجدوا أن المجمل أسبابه ثلاثة أسبابه ثلاثة السبب الأول نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي هذا هو السبب الأول نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي السبب الثاني غرابة اللفظ غرابة اللفظ والسبب الثالث الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي ونعود لتحليل كل سبب على حدى السبب الأول قلنا هو ماذا أن نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي كالصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه الألفاظ لها معاني لغوية في اللغة العربية لكن الشارع الحكيم استعملها في معاني أخرى شرعية أي نقلها من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية وهذا ما استدعى من الشارع بيان معانيها الإصطلاحية لا بد أن يوضحها ما دام نقلها من معانيها اللغوية إلى معانيها الإصطلاحية فلا بد من أن يبين معانيها الإصطلاحية التي أعطاها لها في الشرع نضرب هنا بعض الأمثلة الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج فنقلت هذه المعاني من معناها اللفظ إلى معناها الشرعي فأصبحت مجملة تحتاج إلى تفسير وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا فقال مثلا في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي يعني لم تعد الصلاة تعني في الشرع الدعاء فقط بل أصبحت هي تلك العبادة التي فيها قراءة قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن وفيها تكبيرة الإحرام وفيها الركوع وفيها السجود وفيها التشاهد وفيها التسليم وغير ذلك فهذه يعني كيف بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بالسنة العملية بالسنة العملية التطبيقية صلوا كما رأيتموني أصلي وبالنسبة للحج قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فبيّن لفظ الحج في هذه الآية لفظ مجمل هذا الحج كيف سيكون ما هي الأفعال التي سنقوم بها فيها فيه كيف سندعو ما هي للمناسك فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانها عمليا أي بالسنة الفعلية بالممارسة العملية فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني مناسك الحج فأخذ الصحابة رضي الله عنهم و يعني عنهم أخذها التابعون وعن التابعين أخذها تابعوا التابعين وهكذا إلى يومنا هذا كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصيام وأحكام الصدق وغيرها من الأحكام هذا فيما يخص المعنى أو السبب الأول السبب الثاني غرابة اللفظ أن يكون اللفظ غريبا وطبعا النصوص الشرعية وردت فيها كثير من الألفاظ الغريبة حتى ألف الناس في في هذا المجال كتبا عظيما غريب القرآن وغريب الحديث وغريب السنة إلى آخر فغرابة اللفظ كقوله مثلا نسوق بعض الأمثلة وأنتم تكتفون بهذه الأمثلة التي تفي بالغرض لا يعني التوسع لا داعي للتوسع فمن أراد التوسع فليرجع إلى المراجع لكن نحن في هذه المرحلة التعليمية وفي هذا المستوى نكتفي ببعض الأمثلة التي تخدم الغرض وتخدم الهدف قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فبين تعالى المراد بقوله هلوعا هلوعا يعني ما معنى هذا اللفظ فهذا لفظ غريب لفظ فيه غرابا أي غير متداول لم يكن متداولا عند العرب فبينه تعالى بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير ما نعم نعم نمر إلى السبب الثالث من أسباب الإجمل وهو الاشتراكه اللفظي أو ما يعرفه أيضا بالمشترك اللفظي والمشترك اللفظي في المجمل مختلف عن المشترك في المشكل يعني ما نتعرفنا في درس المشكل على الاشتراك اللفظي ففي المشكل تدل عليه القراء هناك قراء تدل عليه لكي توجهنا إلى تأوينه وإلى الترجيح فيه مثلا كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ يعني هناك قراء تدل على معنى القر فهناك من يعني أوله بالطهر وهناك من أوله بالحيضة فكان ذلك هذه القراء كانت يعني سببا في الترجيح فيه بينما في المجمل فلا توجد أي تقرينة عليه أي يعني من شأنها أن تدلنا على معناه فينسى الدباب الترجيح فيه لأن المتكلم قد يريد هذا المعنى أو داك وإجماله يتعلق بإبهام ما أراده من المعنيين كما إذا قال القائل مثلا أو المتكلم جالست بجوار عين فيحتمل أنه أراد بالعين الجاسوس يعني العين تكون يعني تطلق على الجاسوس أو يحتمل أنه أراد العين الجارية إذن هذه هي يعني الأسباب الثلاثة للإجمال فننتقل الآن إلى سبل إزالة هذا الإجمال لا بد من طرق ولا بد من البحث عن وسائل وطرائق لإزالة هذا الإجمال حتى نعرف المقصود فإذا كان المجملية راح خفاء في الدلالة فلا بد من البحث عن سبل لإزالته ولهذا قرر الأصليون أن الإجمال طبعا لا يزول بالبحث والاجتهاد والنظر كما هو الشأن في المشكل في درس المشكل قلنا بأن الإجمال والإشكال والخفاء والغموض يزول بالبحث وبالاجتهاد وبالنظر أي بإعمال الفكرة وبإعمال النظر وبالبحث في النصوص كما هو يعني ولكن يزول هذا الإجمال يزول ببيان ببيان وتفسير من المجمل ذاته فما كان سبيل إزالة الإجمال الذي سببه النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وهو الأكثر والغالب يعني سبيل إزالة الإجمال الذي يكون سببه النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وهو الأكثر والغالب كالصلاة الزكاة وغيرهما من الألفاظ التي أعطاها الإسلام مجلولا جديدا خاصا لم يكن ممكنا ببيان مراد الشارع منها بالبحث والشهاد وإنما تكلف ببيانه الشارع نفسه بالسنة القولية والفعلية بصداقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كذلك بالنسبة للإجمال الذي يكون سببه غرابة اللفظ أو الاشتراك اللفظ لا يزول إلا ببيان من المجمل ذاته وهكذا نكون قد وصلنا إلى المرحلة الآخرة من هذا الدرس وهي مرحلة تقويم التعلمات طبعا في نهاية الدرس أو في نهاية كل محور تجدون في الكتاب المدرسي فقرة معنونة بأقوم تعلمات وهي مهمة ولا بد من الاشتغال عليها بترك الكتاب جانبا وبترك الملخص جانبا ومحاولة الإجابة والاشتغال على تلك التمارين وبعد ذلك مقارنتها بما هو موجود في الدرس حتى تقيس مدى تمكنك من الأهداف التي سطرت في بداية الدرس نعم يقول تعالى ولله على الناس حج البيت في سورة آل عمران استخرج من الآية اللفظة المجمل واذكر سبب الإجمال فيه وبين كيفية إزالة هذا الإجمال إلى هنا ننتهي من هذا الدرس الذي هو المجمل ونودعكم ونتمنى لكم كامل التوفيق والسداد والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا وإلى درس جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر